هذا ويتخوف الكثير من التنميذ المقبلين على إجراء امتحانة البكالوريا في دورتها الاستثنائية خاصة بالجنوب من تأثرهم بعملي الصيام والحرارة وهو الأمن دي فصل فيه الشرع بضرورة التمسك بالصيام نتابع مع محمد بومجو أسبوع واحد يفصل الطلب عن البكالوريا الجزئية والتي ستكون بطعم خاص لتزامنها وشهر رمضان فهاجز الصوم والامتحان معا أكثر ما يشغل بالا المترشحين في هذه الأيام خاصا وارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة يعني 19 جوان تقريبا الحرارة تكون في ما يفوق 35 درجة ونحن في موسم رمضان نحن نرى الجو كيرا دير 40 درجة كيف ستفعل تفعل؟ كيف ستفعل؟ زيد العطش رانا سايمين توقيت ما يخدمناه نظرا إلى الظروف المناخية السمش الحمان وزيد رمضان إلا أن الشرع فصل في ذلك بشكل واضح وقطع الطريق أمام محاولات لخلق بلبلة وإعطاء إجازة للإفطار هما في جهاد من خرج يلتمس علما فوك المجاهد فإن مات مات شهيدا الأمر الثاني على المرضى منهم أن يفطروا الذين لهم مصابين بالسكري وغيرهم لهم الرقصة يفطروا وليس في ذلك حرج أما الآخرين فالأولى لهم أن يصوموا لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم تخوفات الطلبة مشروعة إلا أن الواجب على المترشحين اليقين أن بركة شهر رمضان ستخفف من ضغط الامتحان ترجمة نانسي قنقر